اكدت ادارة مكفحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية انه تعقيبا على مقطع مصور متداول بعدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي افاد فيه المواطن مكي علي كويد من اهالي سترة محاولة الامن القطري تجنيده بعد القبض عليه بالبحر واقتياده وقاربه للدوحة على ان يتلقى راتبا شهريا قدره عشرة الاف ريال قطري واطلاق صراحه واعادته للبحرين مقابل تزويدهم بمعلومات عن تحركات الاجهزة الامنية البحرينية في منطقة سترة تم استدعاء المواطن مكي كويد للاستماع الى افادته التفصيلية بشان الواقعة التي تعد تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وتخل بالاتفاقيات الامنية وبالالتزامات الواجبة وفق منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر